فرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل في دراسة حديثة كده قالت ان تكلفة التغيرات المناخية على الاقتصاد العالمي هتوصل خلال السنوات الجاية ل37 تريليون دولار وده رقم في الحقيقة ضخم جدا بدأت ملامحه تظهر بالفعل مع اللي بنشهده من الظواهر المناخية المتطرفة سيول، فيضانات، تصحر، حرائق، الغابات وغيرها من الظواهر اللي احنا يمكن بقينا نشوفها لمصطفى ونستغرب يعني حتى احنا في الربيع دلوقتي درجة الحرارة عالية جدا مرتفعة بالفعل وإحنا يعني زي ما تعودنا للأسف خلال السنوات القليلة الماضية ما بقناش نشوف الربيع والخريف بقى الشتاء أكثر برودة وسقيعا والحر أو الصيف حر جدا ولكن خلينا نشوف الفاتورة دي مين حيدفعها؟ تكلفتها ازاي على الاقتصاد العالمي؟ كيف، وده السؤال الأهم باعتقادي كيف ستقاسمها الاقتصاد العالمي؟ يعني من اللي حيدفع تمن الفاتورة دي واللي يقدر يدفع حيدفع ولا مش حيدفع؟ ضفنا النهارة دكتور هشام عيسى عضو اتحاد خبراء البيئة العرب حكلمنا بالتفصيل عن هذه الدراسة صباح الخير يا فهندب منارنا في لسنوات صباح الخير أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الترجمة الأشياء دي لأرقام لها دلالات كتير عندنا رقم معين اللي هو 37 تريليون دولار طبعا رقم ضخم للغاية مين حيدفع الرقم ده؟ تكلفته ازاي على الاقتصاد العالمي؟ توزيعه ازاي؟ كلمنا الأول عن القصة طيب دعنا نبتدي بأن الرقم اللي حضرتك بتقوله 37 تريليون هو بدأ بمئة مليار في 2009 في أحد مؤتمرات تغير المناخ اللي كان انعقد في كوبنهاجن في الدنمارك كان هناك توصية من مؤتمر المناخ بأن يجب أن يتم تخصيص مبلغ مئة مليار دولار سنويا لسندوق المناخ الأخضر اللي تم إنشاؤه بعد جدا في 2013 طيب هذا المبلغ كان مئة مليار دولار سنويا لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية وكيفية التعامل مع الانبعثات المسببة لهذه الظاهرة وبما أن المبلغ ده لم يتم تجميعه من هذه الفترة حتى الآن وبالتالي لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح للإصلاح الخاص بعملية الحد من الأثار السلبية وخفض الانبعثات وبالتالي أصبحت التكلفة بتزيد كل عام طالما أن المقصصات المالية اللي تم المفروض تقصصها من الدول المتقدمة المفروض أن تتحمل الدول المتقدمة تكلفة معالجة الأثار السلبية للتغيرات المناخية تبقى للبروتوكول الخاص باريس أجريمنت أو اتفاقية باريس المادة التسعة بتلزم الدول المتقدمة 2016-17 تقريب مش دي 2016 أو 2017 2015 كان الإقرار ثم 2016 كان كل الدول صدقت على ووافقت على الاتفاقية ببرلماناتها المقتربة في المادة التسعة من اتفاق باريس لتغير مناخ أشارت أن الدول المتقدمة ملزمة بتقديم التمويل المناخي ويمكن في كل مؤتمرات المناخ بعد كده اللي تشرفت بحضور السيد الرئيس كان دايما بيشير إلى ضرورة توفير التمويل المناخي اللازم لمعالجة الأثار السلبية طيب ما فيش تمويل مناخي أو المبالغ اللي تم توفيرها لم تكن على مستوى طموحات الدول المتقدمة والدول النمية في حد ذاتها وبالتالي معالجة الأثار السلبية تأخرت فتحولت تدريجيا الظواهر المناخية اللي احنا بنشوفها حاليا من ما يسمى بالتغيرات المناخية إلى ما يسمى بالفوضى المناخية ما حدث في دول الخليج خلال الفترة السابقة يعني بيؤكد على هذا الموضوع ما حدث في ليبيا السنة اللي فاتت بيؤكد على هذا الموضوع ما حدث في أوروبا ذاتها خلال الصيف اللي فات بيؤكد على هذا الموضوع إن السيناريوهات التي كانت وضعتها الهيئة العلمية للتغيرات المناخية تبع الأمم المتحدة لم تكن تشير إلى أن هذه الظواهر ستحدث قريبا وبالتالي فتحولت هذه الدراسات إلى أنها أصبحت دراسات غير معبرة عن الواقع اللي بيحصل دراسات كانت بتقولوا أن هذه الأسار كانت ممكن تحصلت في 2100 نهاردة حنا بنتكلم في 2023 و2024 هذه الظواهر حدثت وبشكل حاد طيب أنا عايزة أسأل حريك سعيل بس خلينا نوضح أن ده يعني العلاقة ما بين الاقتصاد العالمي والتغير المناخ احنا بنتكلم في التأثيرات على الاقتصاد العالمي بسبب خلينا نقول تكاسل بعض الدول عن دفع يعني المبالغ اللي المفروض نصلح بيها المشكلة اللي حصلة دلوقتي الدول اللي هتتأثر أكتر من الدول التانية إيه هي يا فندم؟ هي طبقا للدراسات السابقة اللي أنا كنت أقول عليها أن الدول النامية هي الأكثر تأثرة اللي هي جنوب البحر المتوسط دول الأفريقية والأمريكا اللاتينية جنوب شارع أسيا ده بسبب أن دي الدول اللي بيحصل فيها عمليات الصناعة بشكل عام؟ لا ده دي الدول التي حتى تأثر نتيجة ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحرارة وسانيكسيدي الكربون في الجو بشكل كثيف جدا طيب ليه الجو بيتأثر عندهم هما بزيات؟ يعني هل هما بسبب أنه الدول دي هي اللي بيتم فيها تصنيع الدول أوروبا بتصنع في بعض الدول الأفريقية خلينا نقول وشارع أسيا بتصنع احتياجاتهم من مواد سواء لبس غزاء أيا كان في الدول دي ولا السبب تاني؟ حوضح الأمور بشكل رقمي شوية هنقول أن كل الدراسات العلمية بتقول أن في الولايات المتحدة الأمريكية والصين يمثلوا 55% تقريبا من حجم غازات الاحتباس الحرارة المسببة لظاهرة غير مناك الصين والولايات المتحدة يأتي وراهم طبعا الاتحاد الأوروبي ثم الدول المتقدمة عموما الدول الأفريقية لا تشكل أكتر من 4% مصر لا تشكل أكتر من 1% من إجمال الامبعاثات التي تسببت في هذه الظاهرة وبالتالي فإن الدول المتقدمة هي المتسببة في هذه الظاهرة والدول النامية التي ستتأثر بهذه الظاهرة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التصحر كما نرى الزواهر المناخية الحد اللي حصلت وبالتالي فالدول الأوروبية هي التي يجب أن تتحمل فاتورة الإصلاح لأن هي المتسببة في هذه الظاهرة إنها مش من النهار ده دي من أيام الثورة الصناعية نحن نتكلم من 300 سنة الغازات دي لما تكونت على مستوى الغلاف الجوي يعني ما تكونتش من النهار ده أمبارح دي كونت من 300 سنة طب 37 تريليون يعني الفاتورة دي معناها إيه؟ يعني إحنا لما نقول أن فاتورة أو تكلفة التغيرات المناخية 37 تريليون يعني إيه فاتورة التغيرات المناخية؟ حضاك هنا بنتكلم في حاجتين الجزء الأولاني هو فاتورة الإصلاح ما دمراته التغيرات المناخية بالفعل تمام كما حدث فيه أخيرا يعني في دول خليل كيف لي شفنا في كل دول العالم؟ أو من زمان يعني الكلام ده إحنا بنتكلم في البيت تحتالب تدمر مثلا في السيول بالضبط كذلك فدي فاتورة الإصلاح ثم فاتورة مواجهة زيادة الإمبعاثات بمعنى أن أنا النهاردة عندي إمبعاثات كربونية هي المتسببة في هذه الظاهرة فأجب أن أتعامل تكنولوجيا على كل مستوى قطاعات اقتصادية على أساس أن أنا أستخدم أجهزة وصناعات وتكنولوجيات صديقة للبيئة تؤدي إلى خفض هذه الإمبعاثات طبعا الفاتورة التكنولوجية زي مثلا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة هي مشروعات مكلفة جدا وبالتالي فهي فاتورة تدخل ضمن هذا المبلغ مشروعات التكنولوجيا الصناعية الخاصة بمجموعة صناعات زي مثلا الأسمدة زي الأسمنت زي الحديد والصلب اللي هي صناعات كثيفة الطاقة عموما دي جزء برضو الزراعة يعني استقدامات المياه بكثرة في الزراعة يعني يجب أن يتم الاعتماد على التكنولوجيا اللي بيسموها السمارت أو التكنولوجيا الزكية في توفير المياه فلما نيجي نضع هذه الفاتورة بجانب الفاتورة الأخرى في فاتورة الإصلاح اللي هي الأكبر بشكل يعني نسبي فنقدر يعني نضع هذه المبالغ كفاتورة إجمالية للإصلاح ومواجهة الأسر السلبية أو مواجهة أسباب تغير مناخ طيب إزاي نتجنب بقى الخسائر الاقتصادية دي يعني هل النهاردة زي الدول المسببة في هذه التغيرات المناخية نلزمها في دفع ما عليها لتجنب هذه الخسائر العالم كله النهاردة بيواجهها لأنه إحنا كنا فاكرين أنه زي ما حضرتك قلت أنه في سنة كمان مئة سنة من دلوقتي نشوف التغيرات المناخية دي لكن إحنا سنة بعد سنة عاديم بنشوف خسائر كبيرة جدا لدول كتير هي ما فيش إلزام للأسف هي لأن منظومة اتخاذ القرار في مؤتمرات المناخ هي يجب أن يتم التوافق بيسموها الكونسنسس أو التوافق على القرارات وبالتالي قرارات بتطلع يعني بصفة أن أنا كنت عضو الوفد المصري في مفاوضات تغير مناخ في فترة من الفترات فأنا بشوف اتخاذ القرار جوه المفاوضات تغير مناخ ممكن حضرتك لما شوفنا الجلسة الختمية في كوب 27 اتأخرت حوالي 8 ساعات لأن القرارات ما بيتمش اتخاذها بالأغلبية وبالتالي فهي بتطلع قرارات في رأيي الشخصي بتطلع قرارات غير ملزمة يعني بتعتمد في الأساس على الإرادة السياسية إذا كانت توفرة الإرادة السياسية لدى قادة الدول الكبرى في توفير التمويل المناخي بحق فحيحصل توفير تمويل المناخي ولكن هذه الإرادة قد تتوافر لقضايا أخرى يعني نرى قضايا أخرى بيتوافر فيها الإرادة السياسية لقادة الدول المتقدمة في توفير تمويل مباشر وسريع وحاسم إنما لخضية تغيير المناخ يعني نحن لا نرى هذا الحماس لتوفير التمويل وبالتالي نقدر نقول إن حتى لو إن الدول النامية اعتمدت على نفسها زي ما هي مصر ما هي مصر معتمدة على نفسها بشكل كبير في عملية الطاقة المتجددة والتطوير التكنولوجي لكن هل مصر الوحدة هتقدر تساهم في خفض الانبعاثات أو خفض المشكلة؟ لا لأن مصر بتساهم 1% فقط فحتى لو مصر ما طلعتش سنونكسي الكربون فالنتيجة على المستوى العالمي لن تؤثر وبالتالي يجب أن تتوافر إرادة سياسية لقادة الدول المتقدمة لتوفير التمويل بشكل مستدام نحن نشوف دايما أن هم مهتمين بالموضوع ده الدول الأوروبية وأمريكا وغير هم من أكتر الدول اللي بتتحدث عن التغير المناخي لكن ليه ما فيش اكشن زي ما بيقولوا ليه ما فيش اتخاذ موقف صريح يعني؟ ما حالك بتقولي بتتحدث بتتحدث عن توفير التمويل لكن الإرادة الخاصة بتوفير بقى التمويل على المستوى التنفيذي في عقبات كثيرة جدا منها عقبات قد تتحمل جزء منها الدول النامية وهي فكرة أن البنية الأساسية التشريعية على سبيل المثال في الدول النامية لم تكتمل بعد مفهوم الاقتصاد الأخضر بيستلزمه مش بس عملية تطوير للفكرة ده عملية تطوير في التشريع عملية تحفيز ضريبي مثلا للمشروعات الخضراء حاجات كثيرة جدا جزء منها بيتحملوا الدول النامية لكن الجزء الأكبر طبعا بتتحملوا الدول المتقدمة بشكل أنها لم توفر حتى موضوعات بناء القدرات للدول النامية حتى تتوائم مع مستلزمات التمويل الأخضر طب الدول حت تعرف تتكيف مع ديون مع أنها تزبط ميزانياتها ولكن المواطن مش عارف تتكيف إزاي يعني يمكن أن تؤثر هذه التغيرات المناخية على دخل المواطن البسيط لا طبعا هو التأثير بشكل مباشر يعني يعني يكفي يعني دعنا ناخد مثال عملي كما حدث في دول الخليج النهاردة بعد الكرسى ما انتهت يعني كلنا شفنا قد إيه في ميهن كمنا البنية لسيها يعني حصل فيها انهيار كبير مشروعات محلات أماكن تجارية يعني حتى متوسطة وصغيرة ويمكن إحنا هنا بنشوفها ساعات لما بتحصل الأمطار بشكل كسيف كما حدث في أعوام سابقة وادت إلى تدمير مش بس البنية لسيها دي تدمير الممتلكات الفردية وبالتالي فتأثيرات التغيرات المناخية لها تأثيرات مباشرة بالفعل على المواطن لكن المواطن أيضا له دور طب المواطن عشان يبقى ليه دور ويقوم بدوره محتاج أنه يفهم هو دوره إيه ودي بتبقى مسؤولية الدولة مع منظمات المجتمع المدني بمعنى أن منظمات المجتمع المدنية والجمعيات الأهلية وجمعيات البيئة لازم وهي بتتحدث مع المواطن تفهمه هو إيه التغيرات المناخية وإيه الحلول اللي هو ممكن ياخدها على مستوى الشخصي يعني أنا أذكر كان هناك مجموعة من المشروعات في عملية مثلا زراعة الأسطر فدي بتخفف من الحرارة أنا النهاردة لما بازل المواطن البسيط في المناطق ذات الكسافة العالية وأقول المشروعات زي المشروعات دي وأنفذها فدي بتؤدي إلى أن المواطن على الأقل بيحصل توعية بالقضية نفسها وبيساهم فيها إن أنا برضو كدولة لازم أحفز الآليات المالية لازم تحفز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تبني تكنولوجيات بسيطة للتغلب على موضوعات تغيرات المناخية باستخدام التكنولوجيا القدراء فالمواطن بيتأثر بطبيعة الحال ولكن له أيضا دور في محاولة التكيف مع الأصغر السربية للتغيرات المناخية هل هنشوف فرص عمل بتختفي أو مهن معينة بتختفي بسبب التغيرات المناخية هل ده ممكن كمان يحصل؟ هو مش اختفاء بمعنى اختفاء لأنه هو طالما أن هناك تطور تكنولوجي بسبب تغيرات المناخية أو غيرها يعني يعني فيه تطور تكنولوجي ففيه صناعات وفيه أنشطة بتختفي زي يمكن كلنا بتشوفها زي الكاسيت مثلا يعني صناعة الكاسيت انتهت ودخل بعديها صناعة الصديقات لا بس ده تكنولوجي في التغيرات المناخية نفس السكلاء للأفراد اللي بيتعاملوا مع التكنولوجيات غير صديقة للبيئة إلى أنها تتعامل مع التكنولوجيات صديقة للبيئة وبالتالي فمش هيحصل هنا البطالة أو نقدر نسميها الان امبلويمنت اللي ممكن يحدث نتيجة التطور التكنولوجي المتعلق بالتغيرات المناخية زي مثلا بعض الأنشطة الصغيرة اللي بتستخدم الجاز دلوقتي مثلا طب النهاردة لما أجي يعني يحدث تطوره بستخدم الطاقة الشمسية في توليد الطاقة اللي اللازمة للصناعة بتاعتك كوارشة صغيرة فأنا هنا لازم كدولة ومنظمات مجتمع المعدني أساعده أنه ينتقل من استخدام الجاز لأنه النشاطة هيقف لو معرفش يتعامل مع التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجدد أو التكنولوجيا الحديثة في الانتاج البسيط ده فلازم الدولة هنا بتخش بتساعده بمجموعة محفزات مالية دي نمرت واحد وفي نفس الوقت بتأهله تعليميا مش هنقول تعليميا في مدارس بس ده أنا بتكلم على حدود الورشة الصغيرة بأهله من خلال أنه أنا فهمه يقدر يتعامل مع الجهاز الجديد ده ازاي وإحنا كمصريين بنستعمل الجديد بسرعة جدا وبالتالي فيه تأثير سلبي لو لم يتم التدخل لمعالجة التأثيرات السلبية لعدم التدخل على أي حال يمكن الدولة المصرية من بعد كوب 27 لو تكلمنا عن دورها في موجهة كافة التغيرات المناخية أو ظواهر اللي حدثت نتيجة هذه التغيرات خطط خطوات جدا جدا أعتقد أن القطاع الخاص وكبها أيضا وأن منظمات المجتمع المدني وكبتها أيضا بالحماس اللي كان موجود يوما بعد الآخر يعني بيطلع شوية وينزل شوية ولكن دايما بيجلنا جرس الإنزار من فوق مرة واحدة بنلاقي الطقس اختلف الحر أكثر حرارة والشتاء أكثر برودة ويمكن ده الدافع الرئيسي والأساسي اللي بيخلينا دايما بنتذكر هذا الأمر ونخطو خطوات جدا نحو هذا الأمر بنشكرك لكي طور هشام لكي طور هشام عيسى عضو التحاد خبراء البلع عرب نورنا وشرفنا وتكلم معنا عن كل هذه الأمور شكرا جزيلا لتفك شكرا جزيلا لتفك